والنمسا تستمر في تطبيع علاقاتها مع نظام الأسد من خلال زيارات ميدانية طبعا لاحظنا أن هناك تناسق بين حكومة في العراق والنمسا وصلت لاتفاق مع الحكومة العراقية أنه يقدر يعمل عملية ترحيل للعراقيين اللي لم يحصلوا على ضمانات في النمسا باللجوء والعراق بتستقبل الناس دي شايف هل ممكن يعيد النظام في سوريا نفس الحالة كما هي في العراق يعني إلا أن الحالة السورية تتشابح مع الحالة العراقية لا أعتقد أنه ممكن يسير بصراحة أن الحالة السورية معقدة للغاية خاصة أنه حتى الآن لا يوجد أي تغيير سياسي ولكن هذا التغامز التي تقوم به النمسا كل الحين والأخرى بالتواصل مع الهيئات والمؤسسات نظام الأسد الإرهابي المجرم الذي قتل ما يصل إلى أكثر من مليون شخص وضربهم بالكيماوي والعديد من الأسلحة وإضافة لمئات آلاف المعتقلين وتقوم النمسا بكل بساطة تحاول إنشاء علاقات طبيعية يعني السيد بيتر كرويتس بكل بساطة يعني عم يروح على مؤسسات تتنسل هذا النظام هو بس تواجده بهذه المؤسسات ويأخذ صورة يعني بصراحة هاي الصورة المهينة المهينة للغاية مع أحد الراقصات المحسوبين على النظام الأسد بصراحة يعني شيء مؤسف في حق النمسا النمسا دولة الديمقراطية دولة حقوق الإنسان أن يقوموا بهذا الشكل يعني بصراحة يعني مع الأسف السياسة النمساوية الخارجية من سقوط إلى سقوط ومن انحطاط إلى انحطاط ومن تعامل مع أنظمة متهمة ومؤكدة عليها الإرهاب وتقوم بتطبيع علاقات ما أو إنشاء علاقات صحيح لا يوجد علاقات رسمية وزيارات على مستوى السياسي يا سيدي يوجد سفير يسير أمور الناس يعني إلا في ناس عندها لم شمل من سوريا كي بدأت يجي أحسن ما تتمرمط بدولة لبنان اللي هي ما بتعرف لها دولة ولا بتعرف لها مدخل ولا العراق اللي ما بتعرف لها مدخل من مخرج لا يكون في سفارة تهيئ أمور الناس بس لكن لا يقوم هذا السفير ويتصور أمام بشار الأسد يا راجل هاي فضيحة هاي فضيحة هاي فضيحة بكل معنى الكلمة اليوم قاعد سفير النمسا بطور بشار الأسد هذا اليوم بمعايير النمسا هذا هتلر بمعايير النمسا بشار الأسد هتلر ولكن عندما تقوم ازدواجية المعايير بهذه الطريقة صراحة هنا هنا أعتقد أن النمسا من مستنقع إلى مستنقع ومن عمق إلى عمق في حال استمرت بهذا الطريقة وهذه رسالة رسالة أنا أقولها وأتحمل مسؤولية كلامي هذه رسالة للعديد لربما من الذين ممكن أن يكونوا متشددين لأن يقوموا بردة فعل ردا على هذه التصرفات فعلى النمسا اليوم أن تعيد حساباتها وتوجه سفرائها أين يذهبوا وأين لا يذهبوا لأن هذه الصورة اليوم يوجد مئة ألف لاجئ في سوري في النمسا هذه الصورة تؤذي مئة ألف لاجئ سوري في النمسا يا أستاذ ممضوح فلا أنك متعرفش معه ولا ضد بس أنت المتحمل مسؤولية الوحدة طبعا أكيد أنا نعرف نحن ما نقول نحن نقوم بتحليل المعلومة يا أستاذ الكريم نحن لا نقول موقف هنا هل بشار الأسد مدام بجرائم؟ نعم مدام بجرائم هل هو قد لا بد أن يقول نعم هذا كلام الاتحاد أوروبي في الأمس خرج قرار في أمريكا يا سيدي بمنع التطبيع مع نظام الأسد أمريكا أقرت قانون على المستوى الأمريكي وهذا القانون بشكل أو بآخر يجرم كل من يقوم بإعادة العلاقات مع الأسد هذا ليس كلامي أنا بس هذا ليس النمسا بس يعني ده فيه دول كتير نحن نتحدث عن النمسا يا سيدي نتحدث عن النمسا كل واحد أدرب أهل بيته كما يقال يعني نعم ترجمة نانسي قنقر